بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لاه حق علينا ولسائر المسلمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الثواب في رسالة أرسلها جوابا لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الرياض وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحسى يشنع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان قصده بذلك إلا الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص الدعوة لله وهدم أركان الشرك وإبطال مناهج الطلال والإفك ورام هذا أن يرتقي إلى ذلك بأسباب ويستدعي من كل معاند مكابر للجواب فإن الله تعالى بفضله قد أزال اللبس والحجاب وكشف عن القلوب ظلمات الرين والاحتجاب وهذا نص الرسالة قال ولكن قبله منبهت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين تشابهت قلوبهم وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون نعم هذا الذي يقول به الشيخ رحمه الله عن هؤلاء السابقين من أهل السنة والجماعة أنه لا يجفو في حقهم ولا يبالغ في تعظيمهم وإنما يتبعوا الحق في ذلك نعم أحسن الله وأما المسائل الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها ومنها أني أقول الإله هو الذي فيه السر ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليها إذا ذبحها للجن فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها نعم هذه المسائل حق ولم ينفرد الشيخ بقولها وإنما سبقه أهل العلم في ذلك نعم قال رحمه الله ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله فنقول التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم وهذا حق لا بد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا في أفعاله وفي المسائل التي لا تخالف الكتاب والسنة والشيخ لا يخالفها ولا يقول بخلافها فهو متبع للسلف الصالح في ذلك نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله وهذا حق لا بد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يأتي معه توحيد الألوهية فلا بد من التوحيدين فمن أتى بتوحيد الربوبية وجهد توحيد الألوهية فليس بمسلم لأن الكفار ما جهدوا ما جهدوا توحيد الربوبية لا الكفار على كفرهم ما جهدوا توحيد الربوبية وإنما جهدوا توحيد الألوهية نعم قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هذا توحيد الربوبية الكفار مقرون به ولم يدخلهم في الإسلام حتى يأتي معه توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله نعم أحسن الله إليك وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية نعم وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لا يعبد إلا الله توحيد الألوهية أن لا يعبد إلا الله هذا معناه قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء نعم هذا هو الحق أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وهو توحيد الألوهية وأما توحيد الربوبية فهذا لا يدخل في الإسلام وأكثر الكفار وأهل الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية وهذا منصوص في القرآن الكريم نعم أحسن الله قال رحمه الله فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله جل وعلا هو الذي شهد أن لا إله إلا الله حقا وأما من يشهد لا إله إلا الله ثم يأتي بما يناقضها ويخاله فهذا أبطل شهادته نعم أحسن الله قال رحمه الله ومن عصاه ودعى عيسى والملائكة واستنصرهم والتجى إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله نعم الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي لأن الكفار معترهون به ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم لا يقولون الله 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 ومن لم يدخلهم في الإسلام هذا حتى يأتوا بتوحيد الألوهية وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له نعم أحسن الله قال رحمه الله وهذه جملة لها بسط طويل لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء نعم أن هذا القدر من التوحيد مجمع عليه بين العلماء لم يخالف فيه أحد نعم أحسن الله قال رحمه الله ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فصار ناس من الضالين يدعون أناس من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار وزجروهم عن ذلك وحذروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصار فلم يحصل منهم انزجار بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار نعم هؤلاء المقرون في توحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام توحيد الربوبية لم يجحده أحد الكل مقرون به وإنما الخلاف في توحيد الألوهية وهو الذي يدخل في الإسلام ومن لا يقر بتوحيد الألوهية ولا يعمل به فليس بمسلم نعم ولا وقر بتوحيد الربوبية نعم من يدعو الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي عدي بن مسافر يقول إن هؤلاء صالحين وأتوسل بهم يدعوهم يطلب منهم هذا ما هو بتوسل هذا عبادة أحسن الله هذا عبادة ما هو بتوسل هو يدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم فيصرفوا لهم أنواعا من عبادة الله عز وجل هذا الشرك الجلي نعم أحسن الله قال وَأَمَّا الصَّالِحُونَ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا الصَّالِحُونَ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ هذا الشرك في توحيد الألوهية فحاشاهم من ذلك أنهم يقرون من خالف توحيد الألوهية بل يقولون من خالف توحيد الألوهية فليس بمسلم حتى يقر بتوحيد الربوبية ويعترف به ويعمل به نعم أحسن الله قال وَبَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ أنَّ أَمْثَالَ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ نعم الذي يصره شيئا من أنواع العبادة لغير الله من الأولية والصالحين هذا هو الشرك الأكبر بإقرار العلماء لم يخالف في ذلك أحد من العلماء المحققين المتبعين للكتاب والسنة نعم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين